اهلا بكم من جديد والان ننتقل الى النشرة الاقتصادية اكد مجلس الوزراء ان ثبات تصنيف الاردن الاعتماني عالميا يؤكد الكفاءة السياسية لسياسة المالية عفوا والنقدية التي ينتهجها واقل المجلس في بيان صحفي عقب اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبداللنسور ان ثبات التصنيف الاعتماني جاء اثر انتهاج الاردن اصلاحات اقتصادية بتوفير نحو 70 مليون دولار على الخزينة بسبب فرق الفائدة خلال اصدار سندات ضمانات القروض من المنحة الامريكية وبينا ان ثبات تصنيف الاردن سيسهل عملية حصوله على التمويل الذي يحتاجه من الاسواق والجهات المحلية او الدولية وعلى صعيد اخر اقرى مجلس الوزراء مشروع قانوني معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2014 لتعديل طريقة احتساب رسوم اشتراك البنوك في المؤسسة وتحصيلها بشكل ربع سنوي ولتنظيم الاحكام المتعلقة بضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وفق الشريعة الاسلامية تعلن الحكومة لائحة اسعار بيع المشتقات النفطية للمستهلك لشهر ايار مساء يوم الاربعاء استنادا لاسعار النفط عالميا وبعد احتساب تكلف النقل والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية نقيب اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز قال لنشتنا ان معدل سعر خام برنت لشهر نيسان الحالي سجل نفس مستوى الشهر الماضي وبلغ 107 دولارات للبرميل في حين ارتفع معدل سعر المشتقات النفطية الجاهزة بهوامش ضئيلة ويشار الى ان الحكومة ثبتت اسعار بيع المحروقات الاساسية لشهر نيسان حيث بلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص اكتان 90 835 فلس والبنزين الخالي من الرصاص اكتان 95 بلغ دينار و15 فلس سعر السولر والكاز بلغ 670 فلس للتر واستمرت الحكومة بتثبيت سعر بيع استوانة الغاز المنزلي عند سعر 10 دنانير للاستوانة صدقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الاهل الاردني في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك الدكتور رجائي المعشر على البيانات المالية لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 واقرت الهيئة العامة توصية مجلس ادارة البنك بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% ووفقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على زيادة رأسمال البنك المصرح والمكتتب به من 165 مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار الى 175 مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار عبر توزيع اسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل منسبة 6% تقريبا وذلك من الارباح المدورة وعلاوة الاصدار وقال الدكتور المعشر خلال الاجتماع ان البنك حقق ارباح قبل الضريبة العام الماضي بلغت 24 مليون دينار متأثرة بتراجع النشاطات الاقتصادية في المملكة وتراجع قدرة المدينين على الالتزام الزمني بتزديد ديونهم وضاف ان البنك تمكن من زيادة حجم ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل الى حوالي 1.461.000.000 دينار ونمو في التسليلات الاقتمانية بنسبة 4% لتصل الى 1.188.000.000 دينار في حين سجل اجمالي موجودات البنك نمو بنسبة 2% لتصل قيمتها الى 2.700.000.000 دينار اجتماع اليوم اجتماع هيئة عام عادي وهذه الاجتماعات انا بعتبرها من اهم اعمال البنك خلال العام لانها بتطلع المساهمين على وضع البنك بصورة دقيقة وواضحة ومنستمع الى اراءهم وافكارهم بكيفية العمل على تطوير البنك نحو الافضل احنا عندنا في لبنان بنك مملوك حوالي 98% من البنك الاهلي الاردين هذا البنك عمله جيد ونتائجه جيدة ولكن متطلبات زيادة رأس المال من اجل التوسع في لبنان اصبحت كبيرة وكذلك الحال بالنسبة لمتطلبات زيادة رأس المال بالاردن وشعرنا انه لا يجوز ان نستمر في الطلب من المساهمين بزيادة رأس المال للبنك في الاردن وفي لبنان وفي الاردن طبعا وبين ان ملوك 98% من لبنان معناه من الاردن نودي على هذه الزيادات الى لبنان فقلنا الافضل انه انبيع البنك في لبنان منحققها جيدة للمساهمين اول اشي احنا انتهينا للتو من الهيئة العامة العادية وغير العادية للبنك الاهلي ضمن المدة القانونية المسموعة فيها اعلننا فيها نتائجنا فيه هناك تحقيق 24 مليون ادى الى الموافقة على توزيع 6% اسهم عينية و6% نقد بالنسبة للنتائج الاخرى كل المؤشرات المالية الحقيقة مرتفعة في عنا نموب الودائع 7% في عنا نموب التسهيلات 4% في عنا نموب الموجودات 2% فالارباح لم تأتي ضمن ما رسمنا الها مع ذلك استطعنا ان نوزع هذا الكم والى سوق عمان المالي حيث انهت بورسة عمان اولى جلساته الاسبوع الحالي على انخفاض حيث اغلق المؤشر القياسي العام للاسعار في نهاية تداولات اليوم بنسبة 14% وبالحديث عن بيانات التداول لهذا اليوم بلغى حجم التداول اليوم 5 ملايين و800 ألف دينار وعدد الاسم متداولة كانت 5 ملايين سهم نفذت من خلال 2858 عقد والرقم القياسي اغلق اليوم على سعر 2000 على مستوى عفوا 2159 نقطة وبمقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 117 شركة مع اغلقاتها السابقة فقد اذرت 28 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها و25 شركة اذرت انخفاضا في اسعار اسهمها في حين استقرت اسعار اسهم 44 شركة اما على المستوى القطاعي فقد انخفض انخفض الرقم القياسي القطاعي المالي والخدمات في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة اما على صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد بلغ احتل القطاع المالي من نسبة 62 في المائة وقطاع الصناعة احتل من نسبة 27 في المائة واخيرا قطاع الخدمات جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 11.14 في المائة ومع هذا الخبر انه قد وصلنا لنهاية النشاء الاقتصادية اشتركوا في القناة